مبارح العنوان الرئيسي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كان هو الحرب على المستشفيات مجمع الشفاء الطبي اللي هو أكبر مستشفى في قطاع غزة تم استهدافه خمس مرات متتالية تم استهداف مستشفى النصر لسرطان الأطفال محاصرة مستشفى الرانتيسي والقدس بالدبابات وانقطاع الطيار الكهربائي تماما عن المستشفى الاندونيسي لكم أن تتخيلوا مستشفى ينقطع عنها الطيار الكهربائي وفيها أجهزة للتنفخص الصناعي طبعا حالة من حالات التدهور الإنساني تماما داخل القطاع من النحية الأخرى في وسط هذه الأحداث المتصعدة في قطاع غزة مصر بتقوم بتواصل مستمر وتنصيق دائم مع كل الأطراف لإنهاء الأزمة والوصول إلى هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار بالتأكيد كلنا بنتابع الاتصالات اليومية اللي بيتلقاها السيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي من قادة وزعماء العالم اللي بتركز بشكل كبير على ضروري تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين جمال بكل تأكيد يا محمد وطبعا في ضل هذه الانتهاكات الإنسانية والأطلاقية من قبل الكيان الإسرائيلي في قطاع غزة كان بكل تأكيد فيه اهتمام كبير جدا بمخرجات القمة المصرية القطرية اللي عقدت أمس في القاهرة واللي بحث فيها سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر أفضل السبل لحماية المدنيين الأبرياء ووقف نزيف الدم وده من خلال تكثيف الجهود لتحقيق وقف إطلاق النار وضرورة استدامة نفاذ المساعدات الإنسانية بالكميات اللي تلبي احتياجات الشعب الفلسطيني في غزة دعم رفغية الأهمية جمانة فكرة نفاذ المساعدات بالكميات اللي بتلبي متطلبات أهلنا في قطاع غزة المساعدات اللي وصلت للقطاع حتى الآن حوالي 700 شاحنة ثلثي هذه المساعدات مقدمة من الدولة المصرية الثلث الأخير من الدول المناحة والمنظمات الدولية والإنسانية طبعا كلنا عارفين إن ده بش كفاية ولا يلبي المتطلبات اليومية لقطاع غزة لكن الموقف المصري بيؤكد دائما على أنه لازم يوصل لأهلنا في غزة أكبر كمية ممكنة من المساعدات اللي بتلبي الاحتياجات الخاصة بأهلنا في القطاع طبعا بيعانوا من حصار مستمر من حوالي 17 سنة عدم توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية الحقيقة إنه القمة أمس أكدت على رفض أي محاولات لتصفية القضايا الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني أو حتى دول المنطقة ورفض محاولات التهجير القصري ودي رؤية مصرية خبتة وموقف مصري تم الإعلان عنه من أول يوم في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وبفعل مصر نجحت أنها تفرد هذا الموقف وأنها تقطع الطريق على أي محاولات لدولة الاحتلال بدفع الفلسطينيين للتهجير القصري وتصفية القضايا الفلسطينية وده من أول يوم هو ما تؤكد عليه الدولة المصرية موقف محترم موقف ثابت موقف عادل ومنصف بكل تأكيد إن كان للفلسطينيين أو حتى لدول الجوار ودول المنطقة فكرة إن الكيان الإسرائيلي حتى الآن يتحدث عن السيناريوهات المتوقعة بعد وقف التصعيد في قطاع غزة وفكرة إنه رمي المسئولية على أي دولة أخرى أو على أي تكتلات أخرى لكي تخسل يدها من الدمار اللي حصل في قطاع غزة حتى هذا تم رفضه من الدولة المصرية مرة تانية موقف مصر لا مزايدة عليه موقف مصر واضح وصريح ومرة تانية منصف وعادل وحكيم ورشيد وأعتقد إنه هذا الموقف يا محمد بالفعل قدر إنه يحدد مواقف كل الدول أين كان من الدول الغربية وحتى بين الدول العربية بكل تأكيد تشاهدين كمان أراءة بتادت تتغير مصر فالنة جمانة عندك حق بتقود العمل العربي وكمان غيرت أو عدلت في بعض المواقف الدولية في بعض عواصم صنع القرار عالميا بدأت شوية تتفهم الرواية الفلسطينية والرواية العربية بشكل كبير النهاردة كمان في حدث مهم جدا هنتبعوا مع حضراتكم على شاشة القناة الأولى وكمان في برنامجنا صباح الخير مصر إنعقاد القمة العربية في الرياض طبعا عيون الشارع العربي كلها بتتوجه إلى الرياض النهاردة هنعرف يعني إلى أي مدى ممكن هذه القمة بالفعل تقدم مخرجات حقيقية تساند القضية الفلسطينية تساند وتدعم الحق الفلسطيني ويبقى فيه صوت عربي موحد صوت واحد عربي بيرفض تماما هذا العدوان بيطالب بوقف فوري لإطلاق النار بنفاذ المساعدات الإنسانية دي أهم المتطلبات الخاصة لأهلنا في قطاع غز